أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيرليون مؤكدا اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الإفريقية جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء سفيرة سيرليون بالقاهرة صادق سيلة الذي تطرق إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر في المجال الزراعي وكذا مقترحات زيادة حركة التبادل التجاري وتعزيز تواجد السلع المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنفسية في أسواق سيرليون